بسم الله الله مصلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغاليات هاد الفيديو هادا حبيت نشارك معكم في واحدة طلبية جاتني مستعجلة ومجاتني حتى يعني صاحبتها ما درت لي التليفون حتى الآخر الليل وقلت نشاركها معاكم باش تشوفوا الطلبية اللي كان دير مستعجلات او يعني واش مجدلهم واش عندنا المهم باش تستفادوا يا لبنات ما شيل شي حاجة غال الاستفادة ان شاء الله حيباتي هاد طلبية واحدة السيدة عندها عيد ميلاد ديال ماشي ديالولاد هادا كشير جا درتها مستعجلة لأغير ديال واحد ولد خط الزوج ديالها جا عندها العلاج وابغت تفرحه بواحد عيد ميلاد وقالت شكون تفكرت خديجة كتقديرها الغارضات ودرت لي التليفون وانا قضيت لها هاد الغارض هاد حيباتي الغاليات هاد الماضلين غاد نصاب دابر مبدأ بالماضلين ومن اللولين سوف ندر فيهم ثلاثة ديال البيضات كاس ديال العنباء ديال الزيت كاس ديال العنباء ديال الصقر إلا بغيتو ما تكتروا الصقر انتو ما بإمكانكم انا المهم ما اقول لكم ماذا ندر جوج ياورد جوج كيسان ديال حليب بارد حليب انا خلط نيدو جوج فاني هاد انا هاد انا درت انك هاد البرتوقال كتعطي واحد اللوين زوين للماضلين من الداخل وفن نفس الوقت كتعطيك موحط طعم رائع انا لا تدرون جوجة ديال لاباني او السكر فانيليا او فانيليا بها تلك السائلة او ثلاثة ديال الخمارات و400 جرام ديال دقيق هذا هو اللي غادي نستعمل فيها دقيق اول حاجة غنضير البيض غنضيف السكر غنضيرهم يضربهم وشوية قبيصة الملح نسيت وشوية قبيصة الملح غنضيرهم يضربهم مزيان إلا كنتوا هنا غنضيروا الفانيك غنضيرهم على السكر وضربهم مزيان عاد نضيفه الزيت شوية بشوية من بعد نضيفه هذا الياورت ونضيفه الحليب واحد المعلومات تعلمتها غير اليوم عند الشاف براهيم ايدو حميش أنا كنت صراحة هذا غلط مني ومن بزاف ديال اللبنات وعلى فكرة هاد هاد الماضلين هادو كل شي جبتم غير من اليوتيوب يعني يراها موجودين في اليوتيوب بزاف القنوات جبتم منهم هاد اليغوسات هادو اه فاش احنا كنخلطو هاد الزيتو هادو كنديروه يضرب مزيان ومن بعد كنخسروه بالسائل كنزيدوه اليوورت الحليب او العاصير او الماء كي يخسروه اليوم ما تعلمت من الشاف ايدو حميش بالله هم اللي تخلطيه مزيان تضربي ذاك شي خاصك تحطيه ويقدر تعليش سائل ماء او عاصير او حليب او اي شيء خالطيه غير بالتضربا يداوي ديال بالخلاط اليدوي هكا وبشوية بشوية ما يخسر او بلسباتل اه و عاد ديكسه اضيفيه حتى الطحين وهادا المهم هادو هادي ناصيحه بوغيت نعطيها الكم وان عطيت العطيتها الراسة وتعلمت درس زوين ليوم برايم يدوح ميش الله يجازي بياخر جتي اصتوس بوغيت نعطيها لكم انا هي الخميرة ديال الحلوة بلاش ما تتشربلوها وتعدبوا عليها حتوغال كيس بحلقة وضوزوا علي هداك مرتين ثلاثة وكل شيء يدوك الحبيبات سوف تفتحه لكي لا تبرسك في الغربة هنا الدقيقة المغربة لدي 400 جرام وثلاثة ديال الملاعق وثلاثة ديال الأكيز ديال الخميرة ديال الحلوة سوف نخلط هذا الشيء مزيان بالضرب وهذه خطأ كان عليها نخلطه غرب اليد ولكن مزيان تعلموا الدروس لان وخا كبار في العمر لانا نتعلموا الدروس يوميا حبيبتي سوف نخلط هذا المادلين ديالي سوف ندرهم في القوالي حبيبتي الغاليات السيدة بغت مادلين صغر ومجالك ليش لهادك القوالب ديال الورق الصغيرة جابكي هذا الحجب هذا وفي نفس الوقت بغتهم صغارات لهذا اقترحت عليها نديرهم لك نقلل لك الكمية باش ميجوش خارجين على اسمه يجي القياس لانا قاتلك في عياد ميلاد السابقة او في المناسبات كالكي عض من المادلين وكي ضيعه السيدة تبرق الله عليها عجبتني في الاقتصاد ديالها ولهذا درتهم راعي يطلعوا زوينين ان شاء الله هنا حبيبتي غادي ندوز الكابكيك للطريقة الصينية وهذا الكابكيك يطلعوا رائعين حبيبتي يطلعوا جد 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 يجربوهما البنات ماشاء الله يطلعوا زوينين قدرت لها نقص المقدار الاول من هات الكابكيك بحيبتي الغالية هات الكابكيك عندين لدي البعض دائما على حرارة المطبخ هنضربوهما مزين لدينا مئة ومسا وعشرين كرام سكر سانيدة واحد ساشية الفانيلا نضيفون شوية بشوية على ثلاثة ديال المراحل حيبتي مهم جدا تتابعوه او الكابكيك تتابعوه هاد المراحل او الكابكيك مزين تديروا السكر على ثلاثة ديال المراحل يعني ماشي مرة دفعة واحدة وتخلوه يتضرب مع البيض حيبتي غليت ثم نضيفوا مية وربعين جرام نضيفوا دقيق حيبتيوا الغالية مية ورمجة كاس العنبة انا حشيت كاسا عبارت على الميزة نضيف الملح ثلاثة غرام الخميرة الحلوة نضيف الملح ثلاثة غرام الخميرة الحلوة نضيف الملح ثلاثة غرام 40 غرام الحلوة نضيف الملح ثلاثة غرام 40 غرام الحليب نضيف الزبدة والحليب نضيف الزبدة نضيف كمية الأخرى نضيف كمية الأخرى نضيف كمية كبيرة نضيف الزبدة عطبة الخلية نضيف كمية كبيرة نضيف زبدة قمت بترموه هذا وكملت طريقة و نتمنى يعجبوكم ماذا اكملت المادلين وكملت فاطير سوف نوري لكم الغسات فقد سخنت من المشمش و تنظر بها السخون و قمت لهم كوكو و تنظر بالزبدة و تنظر بها الكوكو و تنظر لهم الكوكو هنا حبيبتي سوف ندخل هذا الفطاير الرائع لأنني كنت زربان السيدة بغاد شيئ حاجة وخاصة شيئ حاجة تعمر لهذه الطبلة وزوينة جبتهم رائعين صدقو رائعين كنت أول مرة كنت نديرهم صدقو رائعين حبيبتي يعني منذك شيئ مخير منذك شيئ الرافع ندخل هذا الفطاير يجب أندي تفيك 500 غرام ديالة طعين خمير ملعقة 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 مجدد 1 غرق و 1 جلس حيبتي دلع جينك تكون رطبة مزيان معدك اصلا في حت كمية البس بها دلالزيت هنا يضفت لها الوصفة لدي لحطة صاحبة الوصفة الحطة في اليوتيوب دير كاس واربع ديال المعنى درت لها هنا ملعقة غطيتها بسليفان غطيتها بسليفان غطيتها بسليفان عبرتها بالميزان 40 غرام في كل واحدة حبيباتي 40 غرام في كل واحدة حبيباتي 40 غرام في كل واحدة حبيباتي فاش نقوّرهم كاملات نقوّرهم من الأول واحدة طبعا هنا لا ندهنهم أولهم أصلا مية دماث و نبسّطهم شوية كي يكونوا رقاقة بحل عجينا للبيتزات قريبا أو أقل منها شوية لأنهم سيختامروا وأنا لا أريد أن يطلع لي أكثر من هكذا نقطعهم بالحجم اللي بغيت أنا درتهم هنا يا هذا الصغير و ليس صغير بزيف والله ما عبرتش حال فيه من سنتيم المهم درت تقريبا زلافة صغيرة زلافة صغيرة و نكملهم كاملات نحطهم في الطاوة وهنا كنت نصاوبة الكريم باتيسير كتبرد نخلطها طبعا مزيان نهز واحد للقياس نحطه فوقها ما يكون سخونة نسطحها فوق العجينا مباشرة بعد ما قرستها و بعد نكمل ذلك العملية كاملة سوف نقطعه رقيق سيدة جابت لي متأخر جابت لي قبل ما تخمر العجينا بشوية غسلته و نقطع على القياس باش من نقطع بزر ديالتفاح و يبقى ليه كان نقطع رقيق و كتستفوه هذا دايما نحاول و ما حتى تشوف ديك الدائرة فاش كنكمل ذلك التفاح كندير عليها سكر ساندة و لا تدهنوه و لا تدهنوه و لا تدهنوه و لا تدخلوه للفران مباشرة الفران يكون على 180 درجة حبيبتي الغاليات كما قلت كتدلو عنيها واحد شوية ساندة الفران ديالكم يكون شاعل سخون من قبل انا كان شاعلين و كان الماضلين كيطيبوه الى عقلته بعد حبيبتي كيكون على 180 درجة و كندخلوه كيكون شاعل من الفوق و من التحت كندخلو هاد الفطاير ديالي كان قابلوهم يعني كندير شغليه و علابين ما يحما كيطيبو و نشوف دوك الاطراف ديالهم الجناب ديالهم طاب و احمار يعني غايت حمروهما بمدانين و ما حتى شي حاجة مع ذاك السكر و الزيت اللي فيهم و ذاك الدفاح ديالنا نشوفوه طاب يعني باش ما يبقوش مطايبينش من الداخل كان نخرجهم كان خليهم واحد شوية يبردو كان شد الناباج او المربا اللي ما عندهاش الناباج دير المربا كان ندهنو و ندهنو بدك الناباج غير بشوية مع ذاك التفاح ره طاب و كان شد هنا يا السيغيز المعسل او الفواكه المعسلة اللي عندكم تدوك طريفات صغر كان دير نص حمر نص خضر كان قسمهم طبعا على جوج كل واحدة او على ثلاثة اللي عندكم كيميا قليلة و كانت تزينيهم بها و تحيديهم من فنا ذاك الورق و انا افرشتهم بلاتو يعني السيدة غادي تجيب صنادق دوك صنادقات الحلوة و غادي نحطهم لهم فيها و غادي تديهم اللي يمتع كل واحد ان شاء الله على فكرة هاد السيدة هادي عندي عيد ميلاد كان تدرتي التليفون في الليل مت اخر قلت له هاداك شيف في الواتساب شنو لغا تجيب و جابت لي مع الصباح و اذاك شاش قلت لكم تفح جوت متاخر تفح سؤدي حتالي من البداية 3 شكيلات اسمع اشكال ع ticket اوراجيب من بكliers المهم اخرج في القude دخلوا معي البنات تعلموا الكموند هنا يجب ان تكون مجدين الغضاء في المجمد لهذا ينفعنا المجمد الغضاء الزربات لوبية مصبرة الزيت العطرية نبدأ البطبوط والبيتزا نضيف ملح أبيض البيض نضيف السكر حليب بودرة الزيت ملعقة كبيرة حبيبات نضيف ملح حليب ملح حبيباتي حبيباتي الغاليات نضيف العلبة اليورد ناتير أو الطبيعي نضيف المكونات كس كس العلبة المدافئ ونضيف الباقي حبيباتي نضيف الخميرة الطحين 200-300 دقيق الفينو حبيباتي الغاليات نضيف ثلاثة كسان العلبة الماء نضيف الزيت غطيتها بالبلاستيك الغذائي وفرشت لها المنديل لأنه لدينا البرد وغطيتها بالخفز نضيف الغاليات المساندة الرسمي الخادجة كنت كلمتني صاحب مالك كان عندي طلبية وقلت نشاركها معكم وفش العجينة كتخمر وطاب فطاير كوكو وكوكو طحية مكتوب صغيرة غصلت لماعين وجمعتها كنقية لأن ملين كون ديرها مع الناس وغيجوا يدو الأشياء لأن ننظف يعني كل شيء يكون منظم هذا هو اللي كان دائما نبهكم علي الغاليات طلعت الخميرة العجينة نقسمها على أربعة الأجزاء ونعبرهم بالميزان لأن يجب يعطوني بحال بحال حبيباتي المهم ليش غادي 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 لأن نسرح غادي 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 ع wollNO صغي لأن غادي ما عبرتهم و لكن ابقيتو بعد نعبر اهم و نقول لكم في فيديو اخر و حطيتهم طبعا ارقيت بقالينا واحد شوية للعجينة نرجعها و نعبرها باش نعوضها بالعجينة اخرى لان انا نفس العجينة كان نعوضها بالعجينة اخرى باش نحيد عليها البيتزا و نعبر شو مو حيت باش يجيني الكمية جد جد في الوحدات حيبات الغليات هنا مشيت للعجينة ديال الهامبرجر سرح تحت هي ولكن كان تكون غليضة واحد شوية قطعتها باللقطع الصغير هنا فش قطعتها الزيت العجين الأخرى عندي جوج مرصواتنا الغندير أو جوج قطعة هنه يغنديرهم كلهم ديال هذا الهامبرغر هنا فش كملت سرحت هذا الهامبرغر البيتزا كانت طلعت كان بسطها واحد شوية وكانت قبها بالفورشيت كان درت عليها الصلصة اللي أنا مجهزتها من قبل عندي مصبرة ودرت عليها شوية الكفتة الكفتة هنا ما طيبتها مشي حاجة حطيتها خضرة غير تبالتها واحد شوية درت عليها شوية الفرماج درت عليها زيتونة زيتونة ودخلتها الفران عندي هنا جوج طاوات ديال البيتزا يعني خاصي نفس الكمية من كل حاجة حبيبتي حبيبتي فاش درت البيتزا كطيب كانت طلعت الهامبرغر الخمر مشي دهنتهم بأصفر البيض ويلعقلتو هذك الأبيض ديال البيض هو اللي درت في العجينة ديالهم لأنه كنت هرس البيض قبل من عجين باش من ضياش دهنتهم بالأصفر البيض درت الوحدات الجنجلان ووحدات درت لهم زريعة الخشخاش على بينما خرجت البيتزا من الفران دخلتهم وطابو وكنت جعل الفران من الفوق من تحت على 180 درج حبيبتي الغاليات هنا في السليد طبعا رأيت دار ديالي نقيتها الكوزينة طبعا باقي شوية المعنات عندي ما أصلتهم جمعتهم في الحوض خويت جمعت القيمة ما أكرمكم الله دار مهوية أصلا كنت كان مره مره نفتح برد نفتح الشرجم باش يضرب القورة عن ديال باش يجي من اللاكور درت شوية بخور في الدار الدخلة نقية السليمونجي نقية حطيت هاتشي كل جيف السليمونجي باش مليت جي السيدة تشوفوا طبعا رأي كل بياسة كان نضيف واحد لبياسة وخغير صغيرة باش نضوق باش نضوق باش نضوق دك شي واش هو هاداك واش المدى قزوين واش طلع دك شي مزي فجت السيدة عجبها لهاد شي اتبارك الله شاط لها التفاح شاط الزيتون شاط واحد شوية الكفتة وشاط لي واحد شوية العجينة من البطبوط ودرت بها واحد البيتزا صغيرة دردك شوية بقاء ديال الكفتة وهذا والسيدة ما بغاش تشديهم جازة على الله أخر مهم حبيباتي هذا هو هاد طلبية ديال هاد النهار المهم الدرس من هاد شي كامل على انه وخد جيكم طلبية مستعجلة لكنتو قدها ومتدربين وعارفين وعندكم البنات اللي عندن طلبية مستعجلة بحالة هادية اللي عندك الدرس صغيرة ما هات تقدريش اللي انه خاصتك الوقت يكون هاد السيدة بغاة هاد شي كان معا يعني خاصت تحطو كان معا الجوج الجوج تكون يعني مواجدة والناس يعني داخلي الناس العرض عليهم للعيد ميلاد انا درت فيه ثلاثة تسويع ما شاء الله الله ما صلي وسلم على سيدنا محمد كان موجود قبل هادك الوقت اللي قال جات تعيط لها واني بيكم واني بيكم واني بيكم ورأي نحبكم كاملي